السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بجميع متابعي قناة المنح الدراسي للطلاب العرب عدنا لكم اليوم بمنحة مميزة جدا هذه المنحة مقدمة من جامعة حسن الدين تقدم هذه المنحة أكثر من 90 تخصص في أكثر من 15 كلية التخصصات متنوعة جدا وتشمل أغلب التخصصات بما فيها الطب بجميع أكسامها وكذلك الهندسة بجميع أكسامها بالإضافة إلى تخصصات كثيرة سنتناول في هذا الفيديو جميع التفاصيل الخاصة بهذه المنحة من شروط التقديم والوثائق المطلوبة للتقديم وكيفية التقديم قبل أن نذهب إلى هذه التفاصيل نرجو منكم دعم القناة إعجاب بالفيديو وإشتراك بالقناة حتى نستمر في نشر المنح الدراسي وتوضيح التقديم لها وتشجيعنا على ذلك كما يمكنكم متابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام وكذلك الواتساب حتى يصلكم كل جديد بخصوص المنح الآن نذهب إلى التفاصيل إذن وكما عودناكم دائما بأننا نعتمد على مواقع الجامعات الرسمية عند توضيح المنح من أجل التأكد من جميع معلومات هذه المنح هذا هو الموقع الرسمي لجامعة حسن الدين في أندونوسيا وسنجد فيها التفاصيل الخاصة بإعلان هذه المنحة كما تلاحظون الآن سكولرشيب هذا التبويب الخاص بالسكولرشيب والتقديم الآن متاح لهذه المنح في هذه الجامعة ستلاحظون وستجدون في هذا الموقع التخصصات المقدمة في هذه المنحة كما تلاحظون تخصصات البكالاريوس وكذلك تخصصات الماجستير وتشمل أغلب التخصصات التي ذكرناها والذي سنوضحها إن شاء الله بالتفصيل في هذا الفيديو كذلك التخصصات الخاصة بالدكتورة بالإضافة إلى مميزات وتمويل المنحة وما تشمله المنحة وكذلك التكاليف التي يتحملها الطالب بالإضافة إلى الشروط والوثائق المطلوبة ومواعيد التقديم ومواعيد إعلان النتائج جميع التفاصيل هذه سنوضحها إن شاء الله في هذا الفيديو طبعا كذلك هناك ملف خاص بهذه المنحة كما تلاحظون الآن أمامكم على موقع الجامعة نلاحظ الآن هذا الملف الخاص بالسكولرشيب يوضح جميع التفاصيل وجميع الشروط والوثائق المطلوبة وكذلك يوضح جميع التخصصات ومواعيد إعلان النتائج سنوضحها إن شاء الله في هذا الفيديو كذلك قمنا بالتواصل مع الجامعة عن طريق الإيميل الخاص بالجامعة والموجود على موقعها وكذلك عن طريق رقم الواتسابة الخاص بهذه الجامعة من أجل التأكد من بعض الاستفسارات الخاصة بهذه المنحة من أجل نشرها للطلاب بحيث تكون الصورة واضحة من حيث التمويل من حيث المميزات وما يتحملها الطالب وما تتحملها الجامعة كذلك للتأكد من وجود التخصصات النوعية مثل الطب والهندسة في هذه المنحة طبعا قمنا بالتواصل معهم واتساب كما سنوضح لكم الآن هذا هو الحساب الخاص بالجامعة على واتساب وكما تلاحظون هذا هو الرقم الموجود في موقع الجامعة والذي يمكنكم مرسلتهم والاستفسارهم عن طريقة طرحنا العديد من الاستفسارات حول هذه المنحة وكما تلاحظون الآن في البداية ذكرنا أن لدينا قناة يوتيوب وأننا ننشر المنح الدراسية وأن هناك العديد من الطلاب يريدون التقديم لهذه المنحة لكن هناك العديد من الاستفسارات التي نريد طرحها عليكم أول سؤال كان هل هناك سنة تحضيرية لدراسة اللغة الأندنوسية لمن سيقدم لدراسة التخصص باللغة الأندنوسية كما تلاحظون الآن أمامكم كذلك الثاني سؤال كان إذا كانوا هناك سنة لدراسة اللغة الأندنوسية هل هي مجانية أم لا بالإضافة هل المنحة المقدمة تشمل جميع المراحل الدراسية البكاليريوس والماجستير والدكتورة بالإضافة هل هذه المنحات تشمل التخصصات النوعية وخاصة التخصصات الطبية كما تلاحظون الآن الطب والصيدلة وكذلك الأسنان والصحة العامة والعلوم الطبية بالإضافة لآخر سؤال السؤال الخامس هل هناك أي رسوم للتقديم لهذه المنحة أم لا طبعا في البداية شكرونا لنشر المنحة الخاصة بجامعتهم وكذلك ردوا على استفساراتنا كما تلاحظون الآن أولا بالنسبة للسؤال الأول نعم هناك سنة تحضيرية لدراسة اللغة الأندنوسية بالنسبة للسؤال الثاني المنحة لا تغطي السنة الدراسية لدراسة اللغة الأندنوسية ويجب على الطلاب الدفع الرسوم الخاصة بها أما بالنسبة لدراسة التخصص فهو مجاني بالإضافة إلى راتب شهري وبعض المميزات الأخرى تذاكر السفار كما سنوضح إن شاء الله بعد قليل في الفيديو شاهدوا الفيديو إلى الأخير لأن التفاصيل سنتطرق لها بعد قليل فقط أردنا ننبهكم أن نقمنا بالتواصل مع الجامعة من أجل التأكد من جميع المعلومات الخاصة بهذه المنحة والتي سنوضحها في هذا الفيديو كذلك بالنسبة للسؤال الثالث هل المنحة أو عفوا أن السؤال الرابع هل المنحة تشمل التخصصات الطبية الذي ذكرناها سابقا نعم أجابوا بنعم بأن المنحة تشمل جميع التخصصات الطبية المتاحة في الجامعة بالإضافة إلى السؤال الخامس بأن الطلاب لا يجب عليهم دفع أي رسوم للتقديم لهذه المنحة وأن المنحة بالنسبة للسؤال الثالث أن المنحة متاحة لجميع المراحل الدراسية البكالوريس والماجستير والدكتورة كما هو متاح في موقع الجامعة وكما سنوضحها الآن بعد قليل في تفاصيل هذه المنحة إذن نذهب الآن إلى جميع التفاصيل الخاصة بهذه المنحة إذن الآن نبدأ في توضيح تفاصيل هذه المنح كما تلاحظون أمامكم أولا الجهة المولى للمنح هي جامعة حسن الدين في أندونوسيا بالنسبة للمراحل الدراسية المتاحة في هذه المنح كما وضحنا سابقا البكالوريوس والماجستير والدكتورة أما بالنسبة للجنسيات المصموح لها بالتقديم فجميع الجنسيات يمكنها التقديم لهذه المنحة أما بالنسبة للغة التدريس يمكنكم الدراسة باللغة الإنجليزية أو اللغة الأندونوسية أما تمويل المنحة ومميزاتها فالمنحة كما هي موضحة في الموقع الخاص بهذه المنحة على موقع الجامعة من خلال الملفة الخاص بها تلاحظون أولا المنحة تمول إعفاء الرسوم الدراسية كاملة كما تلاحظون أمامكم ثانيا المنحة توفر سكن مجاني بالإضافة إلى راتب معيشة شهري وكذلك رسوم استخراج الفيزا عند القبول وعند السفر بالإضافة إلى بدل كتب كذلك المنحة تمول تذكير الطيران عند الذهاب إلى أندونوسيا فقط أما بالنسبة لبقية التكاليف يتحملها الطالب وهي كالتالي أولا أي أغراض شخصية تخص الطالب بالإضافة إلى تذكيرة العودة عند انتهاء الدراسة وكذلك كما تلاحظون مصاريف دراسة اللغة وهو التي وضحناها عند التواصل مع الجامعة عن طريق الواتساب بالإضافة إلى التأمين الصحي خلال مدة الدراسة وكذلك أي أغراض ومصاريف أخرى إذن هذه المنحة مميزة جدا كونها تتكفل بإعفاء الرسوم الدراسية للدراسة التخصص بالكامل سواء كانت ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات بحسب المرحلة الدراسية وبحسب عدد سنوات دراسة التخصص بالإضافة إلى تذكير الطيران واحدة وراتب معيشه وبدأ الكتب وكما وضحنا سابعا بالإضافة أن هذه المنحة توفر تخصصات متنوعة جدا طبية وهندسية وغيرها كما سنوضحها الآن كذلك الكليات والتخصصات المتاحة للتقديم هناك عدد خمسة عشر كلية وأكثر من تسعين تخصص وكما هو موضح في الملف الخاص بهذا المنحة والتي وضحنا أمامكم الآن هناك العديد من الكليات منها كلية طب الأسنان كذلك كلية الصحة العامة وكذلك كلية الصيدلة والتمريض بالإضافة إلى كلية الطب كلية الحقوق وكلية الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى كلية الهندسة وكلية العلوم السياسي والاجتماعي والعلوم الثقافية بالإضافة إلى الزراعة وعدد من التخصصات منها الرياضيات والعلوم الطبيعية وبالنسبة للتخصصات سنوضحها الآن التخصصات المتاحة للتقديم في البخاليوز كما هو واضح أمامكم يوجد أكثر من سبعين تخصص كما هو واضح أمامكم الآن يمكنها التقديم للبخاليوز منها المحاسبة كذلك الهندسة الزراعية الكيميا كذلك الأحياء الهندسة المدنية كذلك علوم اتصالات علوم حاسوب طب الأسنان كما هو واضح أمامكم اقتصاد هندسة كهربائية كذلك عدد من التخصصات كما هو واضح أمامكم منها علوم طبية كذلك التخصصات الطبية موجودة في هذا الجانب منها الصيدلة كذلك التمريض وعدد من التخصصات الفيزية صحة عامة يعني تخصصات كثيرة حوالي سبعين تخصص يمكنكم اختيار التخصص الذي يناسبكم من قائمة التخصصات المتوفرة هذه هي التخصصات المتاحة للبكاليريوس الوقت لا يسعنا أن نذكر جميع التخصصات وأن نوضحها كاملتاً لكن يمكنكم الاطلاع عليها كذلك بالنسبة للتخصصات المتاحة للماجستير يوجد لدينا تقريباً أكثر من ستين تخصص متاح للماجستير ووضحها أمامكم منها العديد من التخصصات النوعية منها تخصص طب الأسنان واضح أمامكم كذلك الهندسة المدنية كذلك الكيميا التصالات عديد من التخصصات التي تلاحظونها أمامكم الإدارة كذلك تخصصات طبية مثل التمريض كما ذكرنا الأسنان صحة العامة فيزياء تخصصات كثيرة التاريخ عدد من التخصصات منها اللغة الإنجليزية وتخصصات أخرى تكنولوجية يمكنكم الإطلاع عليها كذلك هندسة ميكانيكية وعدد من التخصصات لا يسعنا الوقت لذكرها بعدها التخصصات الخاصة بالدكتورة هناك العديد من التخصصات للدكتورة تقريباً عشرين تخصص أو أكثر من ذلك منها المحاسبة كذلك الزراعة وهندسة مدنية كيميا كذلك اتصالات هندسة كهربائية كذلك اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى عدد من التخصصات الطبية العلوم الطبية وكذلك الصيدرة والصحة العامة وكذلك إدارة بالإضافة إلى عدد من التخصصات الأخرى منها الهندسة الميكانيكية والرياضية وغيرها يمكنكم الاطلاع على بقية التخصصات والاقتصاد كذلك ننتقل الآن إلى شروط التقديم بالنسبة لشروط التقديم هي كالتالي أولاً أن يكون الطالب ليس أندنوسية الجنسية يعني أن يكون الطالب مواطناً بدولة في أي دولة في العالم غير أندنوسية اثنين أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة هذا بالنسبة للمتقدمين لدراسة البكاليريوس ثلاثة أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالاريوس بمعدل تراكمي لا يقل عن ثلاثة من أربعة أو ما يعادلها بالنظام المآوي اللي هي 80% إذن يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالاريوس ولا يقل معدلة عن 80% بالنسبة للمتقدمين لدراسة الماجستير أما بالنسبة للمتقدمين لدراسة البكالاريوس فليس هناك شرط محدد لمعدلهم في التنوية العامة أربعة أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الماجستير بمعدل تراكم إلى يقل عام 80% بالنسبة للمتقدمين لدراسة الدكتوراه كذلك خمسة إتقان اللغة الإنجليزية ويمكنك التقديم بدون اختبار التوفل إذا كان لديك إفادة أو خطاب بأن دراستك السابقة كانت باللغة الإنجليزية إذن إذا درست التنوية العامة أو البكاليديوس أو الماجستير باللغة الإنجليزية فيمكنك التقديم لهذه المنحة حتى لو لم يكن لديك أي اختبار لللغة الإنجليزية كالتوفل أو الآيلتس أو غيرها وهذا مذكور نصا في إعلان المنحة وفي موقع الجامعة كما سنوضحها الآن الشرط السادس أن يكون الطالب على استعداد لتحمل التكاليف التي لا تمولها المنحة والتي وضحناها سابقا بقية شروط التقديم أو الشروط كما هي موجودة نصا على موقع الجامعة كما تلاحظون الآن هذه هي الشروط والذي وضحناها سابقا ننتقل الآن إلى الوثائق المطلوبة للتقديم أولا نسخة من شهادة آخر مؤهل حصلت عليه باللغة الإنجليزية يجب أن يكون مترجم إلى اللغة الإنجليزية اثنين نسخة من بيان درجات الآخر مؤهل حصلت عليه باللغة الإنجليزية وكالتالي بالنسبة للمتقدمين للبكالوريوس يجب أن يقدموا شهادة وبيان درجات الثانوية العامة أما بالنسبة للمتقدمين للماجستير فيجب أن يقوموا بتقديم شهادة وبيان درجات البكالوريوس أما بالنسبة للمتقدمين للدكتورة فيمكنهم التقديم بشهادة وبيان درجات الماجستير الشرط أو الوثيقة الثالثة نسخة من جواز السفر بالإضافة إلى السيرة الذاتية وصورة شخصية للطالب المتقدم وخطاب توصية من الجامعة أو المدرسة التي درست بها سابقا إذن يكون لديك خطاب توصية أو أكثر من جامعة أو المدرسة التي درست بها سابقا أو أي دكتور درسك سابقا ويفضل أن تكون مختومة من المدرسة أو من إدارة المدرسة أو من عمادة الكلية أو الجامعة الوثيقة السابعة خطاب توصية من شركة أو مؤسسة عملت بها سابقا يعني شهادة خبرة وهذه اختيارية وليست إجبارية ثمانية نسخة من شهادة اختبار التوفيل إذا كانت لديك أو خطاب من الجامعة السابقة أو المدرسة السابقة التي درست فيها يفيد بأن لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية كما ذكرنا تسعة نسخة من شهادة إدقان اللغة الإنجليزية أو عفواً اللغة الإندنسية إذا كانت غير متوفرة لديك ستحتاج إلى حضور دورة اللغة الإندنسية في جامعة حسن الدين إذن الذين يريدون لدراسة التحصص باللغة الإندنسية يجب أن يكون لديهم شهادة إدقان اللغة الإندنسية ما لم سيدرسوا سنة تحضيرية لدراسة اللغة الإندنسية عشرة خطة البحث أو ما يسمى المقترح البحثي بالنسبة للمتقدمين للدكتورة فقط المتقدمين للبكالانيس والماجستير ليس مطلوباً منهم 11 خطة الدراسة وهذه خطة الدراسة تكتب بطريقة معينة توضح فيها أشياء معينة إذا لم تكن لديكم يمكنكم التواصل معنا عن طريق رقم الواتساب الذي سنضعها بعد قليل وسنضعها لكم وسنقوم بتجهيزها لكم ويمكن كذلك التقديم لكم عن طريق أو مقابل رسوم رمزية لمساعدة الذين لا يستطيعون تجهيزها 12 الفحص الطبي وهذا تذهب إلى أقرب مستشفى معترف به تقوم بعمل تقرير طبي بأنك سليم ولا تعاني من أي أمراض وتعيقك من الدراسة ويتم ختم هذا التقرير وتقديمه من ضمن الوثائق المطلوبة آخر وثيقه أي شهادة أو وثائق أخرى تدعم ملفك مثل شهادة تطوع أو جوائز حصلت عليها يمكنك إضافتها في الأبليكيشن الخاص بالتقديم لهذه المنحة ننتقل الآن إلى خطوات التقديم خطوات التقديم بسيطة أولا نطلع على الشروط الذي وضحناها في هذا الفيديو أو من خلال موقع الجامعة ستضع لكم الرابط إن شاء الله في صندوق الوصف والتأكد منها وتجهيز الوثائق بعناية ثانيا التقديم على الموقع الإلكتروني للمنحة على الرابط وإدخال البيانة المطلوبة وتحميل الوثائق والمستندات المطلوبة قبل موعد انتهاء التقديم إذن يتم التقديم على الرابط الواضح أمامكم وسنضعه إن شاء الله في صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي أول تعليق مثبت ثلاثة متابعة البريد الإلكتروني بشكل شبه يومي من لحظة إكمال الطلب حتى موعد صدور النتائج حتى إذا عملوا معك مقابلة أو تواصلوا معك يخبروك بقبولك ترد عليهم في الوقت المطلوب كذلك يجب عليك تشييك حالتك حالة الطلب الخاص بك على موقع الجامعة بعد التقديم من أجل معرفة هل تم قبولك أم لا إذن كيفية تعبئة اسمارة التقديم إن شاء الله في الفيديو القادم سنشرحها خطوة خطوة يمكنكم التقديم مجانا باتباع على الفيديو القادم إن شاء الله أو مراسلتنا على رقم الواتساب الواضح أمامكم سنقوم بتجهيز الوثائق المطلوبة ونقدم لكم إن شاء الله مقابل رسوم رمزية بالنسبة لآخر موعد للتقديم وموعد صدور النتائج كما هو واضح في الإعلان الخاص بهذه المنحة بدأ التقديم في فبراير 2021 إذن في شهر اثنين وينتهي التقديم في شهر 6 2021 إذن هذه مرحلة التسجيل ومعالجة الوثائق التي تصل للجامعة كذلك موعد إعلان الطلاب المقبولين سيكون في شهر 7 2021 اللي هو شهر يوليو أما بالنسبة لآآ موعد ملء الاستمارة للقبولة النهائية للطلاب المقبولين سيكون في شهر 8 2021 ووصول الطلاب سيكون في شهر آآ في نهاية شهر 8 2021 وكذلك أول يوم دراسي سيكون في شهر سبتمبر 2021 لأي استفسارات تخص هذه المنحة يمكنكم التواصل مع الجامعة رأسا إما عن طريق الإيميل الواضح أمامكم والذي هو موجود في الأصل على موقع الجامعة أو عن طريق رقم الواتس أب الخاص بالجامعة والخاص بمكتب الطلاب الأجانب في الجامعة الواضح أمامكم وكذلك ستجدونها في موقع الجامعة هذا كل ما يخص هذه المنحة في الأخير لا تنسوا دعم القناة إعجاب في الفيديو وأشتراك بالقناة حتى نستمر في نشر المنح الدراسي وتوضيح التقديم لها لأن هذا يشجعنا ويدعمنا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر